ماذا؟ من الحسن إلى الأحسن هذا اللاعب الذي صار تحت أنظار النخب الوطني يؤكد من أسبوع لآخر بأنه يستحق فرصة أمين أكيد سيكون واحدا من أعمدة المنتخب الوطني الجزائري بجيله الجديد رفقة كل من أيت نوري حجام عمورة قويري والبقية نتمنى أن ينظم لاعبون أخرون ومواهب أخرى إلى المنتخب في صورة شرقي أكليوش مع هذا المستوى لإبراهيم مازا أنا أتسأل ماذا بقي لديه ليقدمه في الدرجة الثانية الألمانية أتمنى أن يغادر هذه البطولة سريعا نحو الدرجة الأولى أو يغير البطولة نحو أندية أكبر وبطولات أقوى حتى يسق الموهبته أكثر فأكثر صحيح أنه 18 سنة ولكن دائما أقوله 18 سنة هناك لاعبون مثل من يامال لديه كأس أمم أوروبا وكان مؤثرا فيها أساسيا ومؤثرا كوبارسي 17 سنة يلعب في النادي برشلونة كأساسي دون جدال لذلك أعتقد أنه 18 سنة سن مناسب جدا 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 لمعظم من أجل أن يجرب أشياء أخرى ومستوى آخر مختلف عن المستوى الذي يلعب فيه حاليا نعم ميدو مثلما ذكر ابن شابير منذ قليل نريد جميعا أن نشاهد مازا يلعب في مستوى أعلى لكن المهمة ستكون صعبة لأن ناديه إرتابلين متمسك به بشدة سمعنا عن اهتمامات نادي مثل ليبزيك بخدمات مازا ولكن أعتقد أن إرتابلين لن يفرط فيه بسهولة ولن يفرط فيه بسهولة أكيد لكن ماذا لو لا يصعد إرتابلين هذا الموسم البندسليغا سيكون من الصعب عليه الاحتفاظ بلعب يبلغ 18 سنة بعد الإمكانيات الكبيرة لعب جيد فهذا السن أتباته بأنه صاحب ينتظره مستقبل كبير خاصة وأنه أنك تلعب في الدوري الألماني درجة تانية وآمين يعرف الدوري جيدا هل يمكن أن ينتقل في المركاته الشتوي؟ المركاته الشتوي لا أعتقد لا مهم حتى هو بتدخمام هو ما وجدير فرصه أن يروح في المركاته الشتوي اللهم إلا إذا وصل عرض لا يرفض بالنسبة لإرتابلين ونطق تشالنج بولو جوار في شتاب بشيخرج أغلب الظن أعتقد أنه في نهاية الموسم سيغادر نادي إرتابلين نحو أحد الأندية المهتمة بخدمته هو روي العبليون في الدوري الألماني من الأفضل له ربما البقاء في الدوري الألماني أنه لا يزال صغير في سن جداً 18 سنة ممكن لو يغير الدوري نحو فريق كبير لذلك من الأفضل له أن يصعد السلم درجة بدرجة يعني يكمل الموسم في إرتابلين بعدها في نهاية الموسم ممكن أنه يروح نحو نادي من البوندسليغا نادي من الدرجة الأولى الألمانية في دل التقارير الصحفية الألمانية التي تتحدث عن اهتمام العديد من أندية البوندسليغا باللاعب من أجل أن يثبت إمكانياته في مستوى أعلى من أجل أن يواصل للتطور لأنه مازال صغير عنده قدامه مازال تنتظر فيها مش تطور كبير وكبير جداً سواء صعيد البداني الفني والتاكتيكي لذلك من الأعتقد بأنه كما قلت لك لن يخرج من إرتابلين في هذه الشتاء سواء إلا إذا وصل عرض ضخم بالنسبة للنادي لا يرفض حينها ممكن أنهم يخليب سبيله لكن أعتقد بأنه سيستمر لغاية الموسم وبعدها لكل مقام المقال ربما الأفضل له أن يبقى في فريقه الآن يتأقلم يواصل التألق يكتسب خبرة أكبر يكمل عامه ثم بعد ذلك يرى لأنه الانتقال ربما في فترة الانتقالات الشتوية سيكون مغامرة من اللعب حقيقة محمد الآن في أي نادي سواء كان في الدرجة الثانية أو الأولى الألمانية هناك خلية يكفيك أن تتألق في المباريات محمد والخلية هي التي تؤطرك خلية سكاوتينج تستقبل كل العروض ربما لو أتاه عرض لو استمر بتسجيل أهداف مماتلة محمد ستكون فيه هناك عرض سواء من الدرجة الأولى الألمانية وممكن يكون نوادي كبيرة محمد ولكن في ألمانيا محمد لا يمكنك أن يكون عندك عرض من مثلا ناتك مثلا باير ليفركوزن أو باير مونيك أو دورتموند هناك شالك أيضا ممكن أن يتلقى عرض نادي إرتابرلين هناك بعض نوادي هوفنهايم هناك أوكسبورغ أيضا فريبورغ هناك لأنه يشجعون الشجان شبان لعبين شبان وأيضا لرفع سهم هذا اللعبين شبان أمن أنت لعبت في الدوري الألماني دوري درجة الأولى هل مستوى قريب من الدوري الألماني أم هناك فرق كبير في المستوى؟ درجة الأولى الجزائرية؟ لا اللي يلعب فيها ماذا؟ محمد شوف أصعب أصعب درجة الأولى الألمانية أصعب من الدوري الألماني أصعب من الدوري الألماني لأنه يعتمد على السرعة وأيضاً الإمكانيات البدنية تاكتيكياً الدور الألماني أحسن بكثير لأنه ترى هناك شبان مثلاً ماذا يمتلك إمكانيات راهبة تقنياً ولكن تاكتيكياً لكي تلعب في الباير ودورتموند وباير ليفر كوزن يجب أن كورسيس لازم تكون عند عملية التدرج سالم لا يمكنك من إيرتا بيرلين إلا وعسى لأنه يجب أن نتكلم على استدعاء مازالي المنتخب الوطني أعطاه أجنحة الآن نرى أنه وأنا متأكد أنه شيخه سوف يكون له نفس الشي لأنك أنت تستقبل استدعاء منتخب وطني وتلعب مع رياض محرز ومع ابو نجاح ومع خيرة اللاعبين الجزائي التي كنت تشاهدهم ربما في التلفاز منذ ثلاث أربع سنوات يعطيك دفعة معنوية قوية محمد وهذا ما استجنى في هدف ماذا في مباراة الأمس أميب في الكواليس قتلي بأن هذا اللاعب يستحق المتابعة وستتابعه كل أسبوع ما هي الميزات التي وجدتها فيه؟ أول ميزة وجدتها فيه هي أول نصيحة للأجيال الصعيدة اللاعب يعمل عملية سكانينغ مثل ما يفعلها ليونال ميسي شاهدته في مباراة المنتخب الوطني لاعب في عمر 18 سنة عنده رؤية لماذا فعلها والعب بلمسة واحدة على الجهة اليمنى في تسجيل المنتخب الوطني للهدف عملية سكانينغ أصعب شيء بالنسبة للاعب كرة قدم محترف لأنه لازم تكون عندك الخبرة الآن تصبح رؤية شاملة وكاملة للملعب لما تكون صغير في السن مثل ماذا ربما راح تعتمد كثيرا على إمكانياتك البدنية وإمكانياتك التقنية أكتر لأنه يستحق خبط كرة وعملية سكانينغ لكي ترى المدافع ترى الكرة ترى لاعبك الأقرب ترى خصمك وترى زميلك أيضا سكانينغ لما تكون من الخبرة ما يكفي ولاعب مخضرم تبدأ تسكان الملعب كما ينبغي ولكن ماذا عنده خاصية كريم بنزيمة مرة قال ماذا يمكنك أن تعطي مثلا للجهة الصعيدة ملاحظات أو رشادات قال دائما رأسك مرفوع تلعب الكرة رأسك مرفوع وتشوف المساحة زميلك وتجاه الكرة رامي بن سبعيني المدافع الفذل نادي بوليسيا دورتموند يصنع هدفين من فرايبولد هذا الأسبوع أمين لحد الآن بن سبعيني صنع ثلث أهداف وسجل هدفا واحدا تحس بأن هذا الموسم هو موسم رامي في الموسم الماضي لم نشاهد رامي في أعلى مستواه وربما أيضا للإصابة التي غيبته عن الملعب أثرت عليه لكن هذا الموسم تحس بأنه حاضر يريد أن يقدم شيء ما لناديه أكيد يعتبر منذ بداية الموسم واحد من أحسن المدافعين في ألمانيا واحد من أحسن المدافعين في منصبه الذي يشغله هذا الموسم تجده سواء من الشق الدفاعي حاضرا أو في الشق الهجومي الدليل هو أنه قدمت التمريرات حاسمة إلى غاية الآن وسجل هدف رغم أنه مدافعين ساهم في أربع أهداف هناك مهاجمين ولاعبي وسط لم يساهموا بهذا القدر من الأهداف لذلك يبقى قيمة ثابتة سواء في ناديه أو حتى في المنتخب الوطني الجزائري أداؤه الرائع وانتظامه في المستوى هذا الموسم مع بولوسيا دورتموند عاد بالإيجاب على المنتخب الوطني الجزائري حيث أصبح تقريبا أهم لاعب في المنظومة خصوصا في الخط الخلفي صخرة الدفاع التي تتكسر عليها كل هجمات المنتخبات المنافسة نتمنى أن تبقى الأحوال على حالها وأن يواصل التطور الآن من الصعب على أي مدافع في بولوسيا دورتموند أن يأخذ مكانة رامي بن سبعيني الذي يتجه إلى ضمان مكانة أساسية لاجئة